دخل المسيح إلى أورشاليم لتتميم نبوات دخل يسوع المسيح الملك كوديع وعادل ومنصور أيضا إلى أورشاليم لم يدخل للاحتلال السياسي أو العسكري لكنه دخل ليملك على القلوب وعلى حياة الناس بالمحبة والغفران والمسامحة هذه هي رسالة يسوع المسيح دخل يسوع المسيح كان في كتير ناس غير مؤمنين من طبقة المتدينين لكن في كتير ناس كانوا مؤمنين بيسوع المسيح وهذا كان الحد الفاصل للقرار الفاصل والحاسم أنه يبتدوا يدوروا على طريقة يتخلصوا من يسوع المسيح دخل يسوع المسيح منتصرا وعندما يأتي المسيح إلى حياتك أنت تحيا حياة النصرة من خلال يسوع المسيح فعلا هو حمل الله الكامل هو الوديع والمتواضع وحتى عند الصلب مكتوب عنه كنعجة صامتة أمام جزيها لكن المسيح انتصر بالقيامة والآن يملك على قلوب الملايين والملايين التي تردد مبارك وصلنا لابن داود الملك الرب يسوع المسيح هذا الملك مش رح ييجي إلا في يوم من الأيام نرجع ونقول مبارك الآتي باسم الرب أو كما يقول كتاب آمين تعال أيها الرب يسوع المسيح كل اللي بيحب الرب يسوع وكل اللي توج وملك الرب يسوع على حياته وعلى كيانه بينتظر مجيئه ثانية لكن عندما يرجع ثانية يكون الخلاص الكامل خلاص التمجيد نكون معه في السماء لكن دينونا على الأشرار ودينونا على العصاء يعني الله عم بيعطينا توقيت أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آنته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة الرب اليوم أعطاك فرصة جديدة يوم جديد حتى التوب وترجع إلى الرب يسوع شو رأيك اليوم تقوله يا رب أنا عاوز أملكك على قلبي وعلى حياتي وعلى بيتي وعلى أسرتي وشوف هذه المعجزة كيف الرب راح يغير حياتك ويكون إلك نصيب في الحياة الأبدية